دايماً يقولك أسعد حاجة أسعد لقطة أسعد لقطة هي لقطة انضمام لك لمنتخبنا الوطن واحد يقولك يعني أسعد لقطة يعني سيدي يعني يوم نجحك في سنوية عم يعني يوم فرحك يعني لا أكتر منه يعني واحد يبقى فرحه حيبسط في المنتخب أكتر ما حيبسط بفرحه أيوة سيدي يا عم بطل الكلام اللي انت بتقوله ده الله يخليه والله أنا ما بقوله أنا بحكي لحضراتكم موقف زي ما متعودين مع بعضنا دايماً أنا ما بقولش حاجة أنا ما بقولش حاجة أنا بحكي لحضراتكم موقف معادي الفرح ممكن يتعدل انضمام للمنتخب ما يتعدلش مين بقى اللي قال كده محمد أحمد ربيعة لعب سموح صورة تبقي الأصل من رمي ربيعة واضح أنه هو برضو صورة تبقي الأصل من رمي ربيعة ففكره وأخلاقه لأن رمي ده رمي ربيعة أخلاقياً وفنان في حيثة ثانية بصراحة أنا بحبه يعني محمد أحمد ده أول مرة ينضم المنتخب فرحه إمتى يا جماعة يوم الجمعة إمتى يا جماعة قول بتقول إيه يوم الجمعة يعني الراجل فرحه الجمعة ضمه كابتن حسام مبارح ما هو الراجل عمل ترتيبته إن استغل التواقف فيتجوز جي كابتن حسام قال له بيخ مفيش جواز عمل إيه أجل الفرحة طبعاً أكيد العروسة دلوقت بتتفرج علينا مش طيقانة وأكيد قفلت التليفزيون وأكيد قالت لك يعني قالت لك إيه يا وجع الدماغ ده وقالت لك أنا مش طيقة سيف زاهر ولا أحسام حسن ولا الناس دي والفرح يتأجل معلش حق حضرتك علينا بس الفرح يتأجل لأنه هو دايماً بنقول إن الجواز قرف وش العروسة مهم جداً جداً فحضرتك أخدتيه ولاعب في نادي سموحة وقبل الفرح أو بعد الفرح بقى لاعب منتخب مصر دايماً كنا نقول كده لمرة نعطية الزفاق بتاعه كان بيتأخر وكانت أموره صعبة جداً ولكن زوجته ربنا يخليها له يا رب ودي له صحة كان وشها حلو جداً عليه فواضح إن زوجة محمد أحمد ربيعة برضو وشها حلو إن شاء الله بإذن الله وتبقى جوازة كويسة ويعزمنا ونروح أكيد مش هيبقوا طيقنا ساعتها بس هنروح برضو ابننا ومش مشكلة ده الوضع وده الموقف